اشتركوا في القناة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمن تقلى حق تقاتلهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل الظلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام النبي الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم هو أصدق الصادقين نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله على الله وأصدقوا من تكلم وفتح ومن تكلم ونطق بلسانه بأبي هو أمي وكان هذا بشهادة الشهود من أهل الكفر الأتاء الطغاء حتى بعدما أعلن الحرب عليهم ما التطاع عن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة مشهورة في الصحيح قصة هراق لما أوقف أمامه أبا سفيان وجعل الناس خلفه من معه وقال إن وجدتمه قد كذبه تبينوا لي فخشع نفسي عن يجرب عليه الكذب فسأله عنه وسلم وصدخ للسلام قال هو فينا صادق وكان يدعى بينهم ايش الصادق الأمين فكان صادقا لأبي هو وأمي وأول الدلالات على صدخ نبوته أنه قد أعلنها صراحة أنها من الله كيف ذلك كيف تكون هذه أول الدلالات على صدخ نبوته أنه أعلنها صراحة أنها من الله كيف ذلك يمكن سؤالي مش محفوظ كنا من دلاء النبوته أنه أحالها على الله صرح بالباب أن سأأتي بكل السبول والصفات والصمات التي تبين صدق الإسلام منها أنه أسند الرسالة لله هذه دلالة واضحة على صدق نبوة الإسلام أحسنت لأنه إذا ادعى لله كذبا كيف يترك الله لله ويطرق ويطرق خلقه لكذب أفاك أسير فإن سدده الله وفقه الله يسر عليه أمره نشر دينه دلالة على أن ما ادعاه كان صدقا أما قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الآقاوين لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتي فإن كان كذبا حتى نوح عليه السلام لما بينا لهم أنهم يكذبونه قال فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرموه فلو كان مجرما كذبا لما نجاه الله دلاله وأصحاب السفينة والنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاب بينا لهم أنه ليس ببدء من الرسل وأن الله بينه وبينهم ولذلك هو ابتعاء وقال أنا مرسل من قبل ربي وهذه أول التلالات على سدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل تلع عليهم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقد بينا الله بكتابي وهو ينقل عن ربي هذا الكلام إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وأيضا قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو يبين أما الله يصفه بأنه رحمة مكتاب للعالمين وهذا الدعاء لو كان الدعاءا فيه كذب لكذبه الله جل فيه عليه فعلي فيها دلالة واضحة جدا على سدق نبوته وقال الله تعالى وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لبين الله ذلك هو يقول الله يصفني بكلامه الذي تكلم به وأتيته ونزل إلي وحيا ورطيكم إياه محمد رسول الله فعنعته بأنه رسول محمد رسول الله والذين أمانوا معه إلى آخر الآيات قال أما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ولذلك بي أن النبي السلام قال أنه لا نبي بعد وأنه خط أعطيته ستا أو فضلت على الأمرياء بست وذكر أنه لا نبي بعده لأبي هو وأمه لا ما ادعى أنه نبي من قبل الله فقط لا وادعى أنه خاتم المرسلين ولذلك هذه فيها دلالة واضحة على ست نبوته لأبي هو وأمه وكان من السلام إذا بعث إلى الملوق وإلى كسر وإلى قيصر بسم الله من محمد رسول الله فهو يقول محمد رسول الله ويدعي أنه رسول من قبل ربه لنفي أولاه فلما سدده الله فلما وفقه الله فلما نشر الله دعوته دل ذلك على أنه بحق مرسل من قبل ربه لنفي أولاه وقد بينا الله جل في أولاه وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاول فهذه فيها دلالة أخرى على سدق نبوته كأنهم يقول لليهود والنصارى أهل الكتاب لا للمشركين أنتم أهل الكتاب جربتم موسى وعندكم كتاب موسى وعندكم كتاب عيسى وعندكم كتاب الأنبياء بما يأمرون سيجيبون ويقولون بتوحيد الله فيقولوا أنا ما أأمر إلا بما يأمر به سلفي لأقتددهم ولذلك في الحديث الصحيح الذي يدل على سدق نبواته قاله الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاول دينهم واحد وشرائعهم شتى فهذه أيضا اختفاء أثر الأنبياء من قبله وعلى دين الأنبياء من قبله يدل دلالة واضحة على سدق نبواته وأيضا قد أقرى الله من فوق سماوات بل بل إن الله جل في أولاه كان يمجح فيه مدحة عظيما ويقول لعمرك إنهم نفي سكرتهم يعمهون إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم هذه دلالة واضحة على سدق نبواته أيضا من الدلالات على سدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحمله المشقة والتكبد هذه المشقة من أجل نشر دعوة الله جل في أولاه ودين الله جل في أولاه وهذه لا تكون بحق إلا لصادق صاحب يقين راسخ يعلم أن الله جل وعلا سيعلي كلمته وأن الله جل وعلا سينصره وسينصره ويؤيده تأييدا كاما ورقب الموفل قال ليتني بها حيا أو جدعا ليتني فيها جدعا مما عشان ينصره مما لليقين الذي جاء بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما أحد أتى بما أتيته أو أتيت به إلا عودي سيخرجونك ليتني بها جدعا لينصر ومع ذلك قام صبرا محتسبا يا أيها المتذمل قم الليلة إلا قليلة مما للذي سيأتي يا أيها المتذفر قم فأنذر فأعلنها صراحة وهو يجابه ويقاتل ويسب ويتهم بالاتهامات الباطرة كافر كاهن مجنون يفرق بين المرء وزوجه بين المرء وأبي إلى كل هذه الثرهات التي كانت تؤدي لحياة المسلم وتكالب عليه لقتلي ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه الدلالة على صدق نبوة المسلم الصب واليقين وهو رجل واحد يدعو لأمر يرونه بدعة يخالف كل القرية التي يعيش فيها كل المدينة التي يعيش فيها بل يخالف للدنيا بأثرها فقام واحدا بصوت عالي يدعو إلى الله الذي يعلانه وأيضا من الثلالات على ذلك أنه بيضين في هذا بعدما آمن أبو بق وعلي وخبيجة الثلاثة تكاثروا إلى ذهبوا إلى دار ابن الأرقم أتوه بجيوش من المغريات الدعية الكاذب في حين ما تأتيه أي مطلب من مطلب الدنيا الذي كان يصبو إليه ويرمي إليه ينزع كل هذه الأصول وكل ما كان يدعو إليه الدنيا جاء عطبة بن رضيعة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخ ويتلطب ويتأدب معه يعني العداوة تنهار أمام وهو يتمنى أن يؤلف طلوبه فيأتيه بتأدب وبتلطب يا ابن أخ لو كان ما بيك من مرض رئي يفعل معك هذا بدلنا كل أموالنا وأتينا لك بالأطباء لشفاعك ولو كنت تصبو إلى سيادك سودناك عليه وما نصدر بأمر إلا أن نصدر على رأيك يعني لا نأتمر بأمر إلا بأمرك أنت نصدر على رأيك وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وعلى رقابنا جميعا إن كنت تريد تريد مالا أتيناك بكل أموالنا وتكون أغناءنا وأترانا وإن كنت تريد نساء أتيناك بأجمل نساء العرب وكل هذه العروض المغرية للنبي السلف وهو صابر تسل راصخ في هذه الدعوة التي أدعوها دلال على اليقين أنه من طبع ربي لذلك أولاك ولا يصب للدنيا بشيء ولا يريد من الدنيا شيء يريد دين الله لذلك أولاك أكثر حباً لرسول الله عندما نعلم أنه باع كل شيء من أجل الله قال والله لو انفردت السابقة ما تركت ما أنا عليه ولذلك ما أكثر على عثباً قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيب فإن أعرضوا فقل أنظرتكم صايقة مثل صايقة عاب وسموت فقام الرجل كأنه قد وقعت عليه الصايقة وأن السلام لا يكثر عن ذلك وأيضاً لما طلبوا ذلك من عمه قال لو انفرد سرف ما تركت ما أنا عليه ولما ورعوا سنة الجزور على رهر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته فاطمة وسبك أبا جهل ومن معه قال لها نسلم لا بأس على أبيك سعر اليوم أو بعد اليوم والذي نفس بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعض عديد أو بذل جليل وقد كان لأنه كان مستيقناً فيما يبعو إليه فأجدها دلالة واضحة أيضاً بثبوته الراسخ على دعوتي دلالة على سدق نبوتي وأنها من قبل الله لأنه استيقم أن هذا الدين سيمكن سيمكن لما ضرب الكدية قال الله أكبر وعطيت الكنزي الأحمر والأبيض دلالة كما قلنا على سدق نبوتي صلى الله عليه وسلم وإذا نظرت إلى دينه علمت دلالة النبوة الشريع الغراء هذه دلالة على سدق نبوتي بأنه أتى بشرع يحكم على الجميع وجميع بقاء الأرض إن ولدت ملكاً يملك الناس إما أن يأتي بقوانين خاصة ببعض الأفراد ولا يعممها وإما أن يأتيه كتاب سماوي سيخصصه لبعض الأفراد كما فعلت اليهود إذا سرط الشريف ما أقام عليه الحد التحميم والجلد وإذا سرط الضعيف قطع يديه فانظر إلى دلالة النبوة يؤثتها صراحة ويبين أن المسألة تمشي على رقباتك يعني تكون عليه كما على جميع أفراد الأمة والرعية يقول للسلام والذي نفس بيدي لو كانت فاطمة بنت محمد أو قال لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها طبيقاً للأحكام على نفسه وعلى أولاده كما يطبق هذه الأحكام على الرعية وهذا الذي أصر في النجاشي عندما سأله بما يدعوكم قال أدعونا إلى كذا وكذا وكذا قال والله هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل هو الدين الذي جاء به عيسى وقد خرج من مشكات واحدة كلا لو وضح جلية عدد الأحكام وعدم جورها وعدم ظلمها تدل بدلالة واضحة بالإسان الحال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل ذلك إلا نبي معظم من تبع ربه جل في علاه يعظم أمر الله وحكم الله جل في علاه وأيضاً من الدلالات والصماك والصفات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم استمرار هذه الدعوة واستمرار الدين استمرار هذه الدعوة إلى يوم الناس هذا والناس يدخلون في الدين الله أفواجه من كفار أو فسق أو فجرة يتوبون يا أبون إلى ربهم جل في أولاد لسان حالي كل واحد منهم يقول وعجلت إليك ربه لطرده استمرار هذه الدعوة تدل على سطها أي ملك حكم بين الناس بالعدل تراه حسن الذكر بين الناس وتراه مطاع لأمره ومجاب لدعوته وأيضا تراه يحسنون عليه ويحسنون السنة عليه لكن بموته ينقطع الذكر وينقطع السنة ويطوى في صفحات التاريخ أما كل ملك أو كل خليف أو كل ولي حكم بكتاب سماوي فطرى حسن السنة والذكر إلى يوم الممات وهو قد قرم وكان صار رميما في قبري ويحسن السنة عليه والذكر عليه دلالة على صدف هذه الدعوة وأنه ارتباط بسبب وصيح إلى السماء فإن كان إلى السماء فلا تمور هذه السماء ولا يمكن أن تنقضي هذه السماء والذكر بالسماء إلا إذا أراد الله جل في علاه فإذا كان الحفل من كتاب سماوي دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدلالة تدلنا أو نكون بالتدليل عليها دلالة واضحة استمرارية هذا الدين وعدم انقضائه حتى الضربات والكبوات والكبوات التي نزلت على هذه الأمة والبليات التي جاءت تعصف وتستطق بهذه الأمة ما أضعت هذا الدين وما أضعت أهل الدين ولن فنع صاحب الدين عن دينه أرأيت ما حدث من التطار في بغداد إيش اللي حدث قتلوا الملايين وبعدها والحرب الصليبية التي لها وادة فيها على أهل الإسلام ومع ذلك أهل الإسلام ما زالوا يعضون بالنواد على هذا الدين دلالة أن هذا الدين يرتبط بالسماء بوحي من رب السماء سبحانه جل في علام هذه الدلالات والسماء والصفات التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم الأول الناس وأقسامهم ثلاثة نبي صادق ومن صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء كيف يكون دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعليه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن فقط قبل الأثر نبين بالنظر جيد نعم هم ما عملوا إلا بإيش برسالات لدلالة على نبو بكر أنهم صاروا على نهب وأخذوا سنتهم ولم يحد أحد منهم عن هذه السنة ولذلك أبو باكر قال لا والله لا يمكن لي أن أخذد له أن عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم حدو القذة بالقذة عندما قال أبو بكر لأمر المخطط هو رسول الله ولن يخذره الله فالزم غرضه فهؤلاء الخلفاء امتداد برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الوكيل الصادق الذي يمتد بفعله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أتس لهم النمي سلم تأثيسا أصيلا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين الذين تأخذون بهدي وبسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد عبدوا عليهم بالنوارس وإذا نظرت في سيراتهم وجدتهم كالنبي الوكيل ينزل منزلة الأصيل النمي سلم كان لا يعبأ بالدنيا وما فيها من درهم ولا دينار نام حتى علم الحصير على على صدري وعلى ظاهري عمر بن الخطاب رجل أمر ذا أبو بكر نفس الأمر أبو بكر صار فقيرا حتى أنه اتدى اكتئاب الرفة أنفق ما له كله في سبيل الله حتى جاء جبريل وأبو بكر بجارب السلام وأمامه السلام فقال له جبريل للنسلام ألقي السلام على أبو بكر قل له إن ربك يلقي عليك السلام أو يقرئك السلام وإن ربك عنك راد فهل أنت عن ربك راد فبكى أبو بكر وقال والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد والله إني عن ربي راد ولت الدنيا فأفهم ظهرية ولما تلقوها ثلاثة صاروا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ولذلك مات أبو بكر وما عنده من ثوب يكفن به ثوبا جديدا سيموت عليه وهو ما ليس بجديد لكن هو بالنسبة للخلق جديد فقال لا تكفنوني في هذا الثوب اجعلوه في بيت مال المسلمين وكفنوني في الثوب الثوب القديم عمر بن الخطاب يضرب أرواح الأمثلة على أن هذا الدين قوي يرتبط بالسماء لا بالأشخاص في حال من الأحوال وأن بالسلم لأنه ارتبط بالسماء هو الشخص الوحيد الذي نوال عليه ونعاد عليه لما قام على المنبر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم أو أطعت رسول الله فيكم ولا تطعوني في غير ذلك ثم قام بعدما أعطى الأعطيات الخراج يعني وهذا تفصيله في الفقه كان رجلا طوالا عمر بن الخطاب فلمس ثوبا وصل إلى الكعبين فقام رجل من الصحابة فقال هي وهو يقتب بالناس وأمير المؤمنين ومن عمر تعرفونه من عمر دعني أضرب عنه قادة المنافق علي ابن أبي طالب يقول عمر إذا صار أمامنا فإذا كفت وقعت قلوبنا في أرجونه عمر كان يركب الخير يعني ما يحتاج أنه يأخذ استراج بنجله يركب خير عمر كان سيفه ستة يحملونه ما يستطيع عمر طام له الرجل قال هي يا أمير المؤمنين إنك رجل طوار من أين لك هذا الثوب يعني ثوبك لو أخذته مثل ما أخذنا المد للزراع ما يأتيك إلى الكعبين كيف ذلك فقام الأول ما قام قال هذا السفيه الكفر الفجر تسبني وأنا أمام الناس عليك اللعنة وإليك الموت لا ما قال ذلك قال يا عبد الله قم لمن لابنه قال يا عبد الله قم قام ابن أمر فقال هذا رجل يبينهم طول ابن أمر وطول أمر فقال هذا قد فاض من ثوب هذا فأخذته فرقعت به ثوب ليصل لذلك يلبسه ثوبا مرقع يسير على نهد نهد السلام يرى أن الدنيا لا تسوي شيئا هي عقيدة رصخة لابد أن نعبد الناس لرب الناس هذه الدلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي السلام وهذه دمالات كما سرمان من المعاني الإيمانية التي تستنبط فنبي صادق وأيضا وكيل صادق علي بن أبي طالب ويقبض على نحياته ويبكي بكاء شديدا ويقول يا ذنيا غري غير طلقتك بتدتك بتدتك ثلاث وكان يشتاق إلى الأحبة ويفعل فعل الأحبة فهذه دلالة واضحة جدا على صدق نبوة النبي السلام لذلك قد ملكوا رقاب العباد وأيادهم الله جلعا في مدد وديدة من أمر الزمن وكل من تمسك بالرائل الأول وخيف الرائل الأول وحبل الرائل الأول له ما كان للرائل الأول لأن هذا الحبل يمتد إلى السماء وكل من نبع لأى الأرض فمكانه الأرض فمن أراد الرقي فليونظر إلى السماء هذا القسم الثاني الذي يدل على نبوة النبوة والسلام والقسم الثالث دعي كادب والدعي الكادب يدل على سط نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كيف؟ لأن الأول قد ادعى أنه نبي مرسل من قبل رب والثالث قد ادعى دعك من البرزر الثالث قد ادعى أنه نبي مرسل من قبل الرب فصدق هذا وكذب فتجذيبه للمدعي التالي تلال على صدق المدعي الايش الأول فدعي كذك مسلمة وغير مسلمة فصدقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أم ثلاثون كذبون يدعون كلهم يدعي النبوة والنسلام رأى رؤية أنه يغلل بأغنال من ذهب أو بغلل بأغنال قال فضيقني هذا أو كما قال النسلام قال فنفقتها فطارت فأولها على إيش على أنه مسلمة أمره سينتهي سينتهي بأسهل وعيسر ما يكون وقد انتهى بفطلة على يد خالد الصديد خالد بن وليد رضي الله عنه وأرضاه وقد ظهر كثير من الذين ادعوا النبوة وفتحاهم النار التي أولاد انظر في سير هؤلاء قبل أن أبين فضيحة هؤلاء أنا أسمع أن بعض السودانيين قام فدع النبوة من هؤلاء الذين بيّنوا قال النسلام أنهم يدعون النبوة قام أمام الناس في خطبة في أمريكا وادع النبوة فبداه الله انظر إلى الفضيحة الكبرى أمام الناس فبداه الله بالإسهال وهو نبي من الأنبياء كما يبدعه فبداه الله بالإسهال من أزل على المنبر إلا ما يكن من قطع الإسهال عنه وهو يحفق الناس بطل يب الإسهال ومن قطع حتى خمل ليه بيان فضيحة كبيرة عنه يدعى الله الذي فيه أع misericune فالدعاء الله يكذب امرهم في وقتها او بلسان حاله فبلسان حاله مسلمة كان يأتي بالمضحكات المضحكات المبكيات ينسبها لمن لله لن في علاه يقول والطحنات طحنا والقامسات قامسة كلام لا يقوله شيطان يفتح الشيطان ان يقوله وايضا كان من سيرته ماذا كان يفعله كان يأتي بالجيوش عنده فيغيرون على من حوله من جواره ويسلمون منهبونه الاموال والاعراض من النساء فسيرتهم دل على كذبهم واذا نظرت الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت العدل والاحسان والفضل والفضل والجود من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا فان الادعاء الكذبة الذين يدعون ابوه ان الله يفضحهم ولا يمكن ان يعلو كل انسان قدره في حينه وفي اواله كما مر النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ للنسيات الدجال الاصغر بلاد اكبر من سيدخل في الشجرة وكان يريد ان يعلم هو الدجال الاكبر ام لا فنظر وكان معلقا بين الشجرتين له زمزم زم زم فقالت امه يا صاف هذا محمد يا ابي هو امي صلى الله عليه وسلم وكان معه امر وراد قتله والنسلام قال له ان كان ان يكون هو فايش فلن تصلت عليه فدخل عليه للنسلام فقال له قال ماذا ترى قال ارى عرشا على الماء فماذا قال له النسلام يرى عرش من ابليس شاتين تأتيه وقال للنسلام يأتيني صادق وكادر يعني هو النسلام في صدر الكلام الحوار والمناظرة قال تؤمن اني رسول قال اؤمن انك رسول لايش للاميين ليس لنا فقال للنسلام تؤمن اني رسول هو يقول نسلام تؤمن اني رسول دعين كادر وانظر الى الفضيحة في الدعين كادر فقال له النسلام خبأت لك خبيئة قال الدخ فقال اختع فلنتعلوا قدر ما فقه هذه المسألة هي اللي خبأها نسلام له حقا الدخ لكن الدخ قاله نور الدخال صورة الدخال ومسترق السم يركب بعضهم فوق بعض ابليس الشياطين يركب الجن بعض وفوق بعض يسترق السم وسنبين اني من دلالات النبوة امتنع حراسة السم اصبحت مشددة لا يسترقون السم من دلالات موت النبي السم فالغاضي المقصود فاسترق مسترق السم الدخان فجاءه الشهاب يتكلم لمن تحته قال الدخ جاء الشهاب فقتنا فلم يكمل الكلمة الدخان فلذلك قال الله نسلام من اخوان الكهنة او قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرت فالدعيه الكاذب يدل دماء وضح على صدق النبي السلام نسلام يعني اكبر بالمغيبات واخبر بانتلاك الامم واخبر بنشر الدين وكل ذلك قد وقع اما هذا ما استطاع ان يكون الدخان كانوا من اخوان الكهنة وقد قتب الكهنة او الجن الذي استرق السم فقال له نسلام اخسأ فلن تعلو قدرت من دلالات النبوة ايضا قصة الارهاصات المقدمات ارهاصات قبل النبوة مقدمات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فكان من ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا سنفصل الاسبوع القادم منها اولا ان طب اصحاب الفيم ابره ومن معه الاشرب الذي جاء الى البيت فيه دلالة واضحة جدا على ست نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حراسة السماء وهذا سيكون الاسبوع القادم بالتفصيل أقول قولي هذا فأستغفر الله لي ولك اشتركوا في القناة